أنا من محبي سعيد يعني من عشاق سعيد مصر سعيد مصر هو العمود الفقري بتاعنا هو الجمال، هو الحضارة، هو التاريخ، هو الأثار حاجات كتير قوي عندما تتحدث عن الدولة القديمة وعن المصري القديم أنت يعني تبدأ من حيث السعيد يعني النيل، الخصوبة، التربة الخصبة اللي موجودة على دفاف النيل جمال كمان محافظات السعيد أما سهاج أو سهاج زي ما أهلها بيقولوا فهي بلد الموويل، كده وصفوها الشعراء قالك سهاج بلد المويل، سهاج كمان فيها أثار وولو أن السعيد كله مليان أثار مصرية باختلاف يعني حاجات كتير هتلاقيها على مدى سعيد مصر سعيد مصر إن كان في السابق أو في الماضي ما كانش فيه زي ما بنقول يعني ياد التنمية يعني ما كانش فيه من الخيرات اللي موجودة في مصر علشان يقدروا ينهضوا بالسعيد لكن أعتقد إن إحنا بقالنا 8 سنوات بنشوف مشروعات في السعيد وبنشوف أهل السعيد بابتسامتهم الحلوة بكرامهم النهاردة بالزغريد وبالابتسامة والمحبة استقبلوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه محبة حلوة الإفطار اللي كان موجود حس هو مش إفطار لرئيس جمهورية هو إفطار لرب عيلة حقيقي والناس من قلوبها بتتكلم والناس سعيدة سعيدة ببعض التعليقات اللي هي تلقائية طبعا من فخامة الرئيس وطبعا من الناس الناس بقاهم يقولوا ده يوم تاريخي فيه حد يعني فيه سيدة فاضلة كده قالت إيه أنا هعتبر إنه 5 يناير ده عيد القومي بتاع سهاج رغم إن إحنا عارفين إنه لايد القومي بتاع سهاج طبعا عشرة إبريل لأن هما قدروا كأهالي يقفوا أمام الحملة الفرنسية لكن طبعا تلقائية الناس اعتبروا إنه ده عيد التنمية عيد إنه سهاج تظهر بتنمية كبيرة على الخريطة عيد إنه قرى بتبدأ في المرحلة الأولى لحياة كريمة وبترى النور وترى التنمية الإفطار كان لطيف والناس كانت قاعدة ببساطة والفكرة حلوة وأعتقد إن السيد الرئيس علشان يفطر لها فكرة إيه لقمة العيش إحنا المصريين لقمة العيش دي مهمة عندنا تقول إيه ده أنا كلت معاهم عيش وملح فلما تاكل مع الناس عيش وملح معناها المعزة والكرامة والجود وده اللي كان موجود الحقيقة كل الجولة كان فيها التلقائية والعفوية وكان فيها المحبة كانت متبادلة سواء من السيد الرئيس أو حتى من المسؤولين عن المشروعات أو الشباب أو كل الناس اللي كانت موجودة